موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن ما يجري ويحدث مع الوزير الأول الأسباق أحمد أيحيا في سجون الجزائر بلا أن شك بأن أحمد أيحيا هو العلب السوداء للنظام الجزائري فقد كان على الأقل منذ أن وصل اليمين زروال إلى الحكم وهو في أعلى هرم السلطة كان في رئاسة الجمهورية معناها أن ما حدث على الأقل على مدار ثلاثين عام أو ما يقارب الثلاثين عاماً من عمر النظام الجزائري وأحمد أيحيا يعرف كل كبير وصغير كانت لديه علاقة مع الأحزاب السياسية كانت لديه علاقة مع صناع القرار كانت لديه علاقة مع الدوائر الخفية في السلطة الجزائرية كانت لديه علاقة مع جهاز المخابرات كانت تربطه علاقة وطيدة مع محمد مدين المدعو تفيق الذي كان مسؤول للمخابرات الجزائرية على مدار سنوات طويلة بغض النظر عن كل ذلك وعن هذا التاريخ لنحن مشنا بصدد أن نتحدث عليه لكن منذ أن تم إداع أحمد ويحيا إلى السجن وعلامات الاستفهام أحاطت بقضيته من كل جانب المعروف أن هذا الرجل تورط في الفساد بلا أدنى شك وهو من المفسدين ظلم الكثيرين زج بالناس في السجون ولن يكفينا المقام لنتحدث عن كل ذلك ولكن المؤكد والثابت أنه رجل فاسد بامتياز مثل غيره من صناع القرار في السلطة الجزائرية فلا يمكن هذا معروف فالعسكر لا يمكن أن يرق ويصبح جنرالات إذا لم يكن إما من الفاسدين أو يغضوا الطرف عن الفساد أو يطبلوا ويزمروا للعصابات الحاكمة في المؤسسات المدنية أيضا الوزارات والحكومات لا يمكن أن تصل إلى مناصب عليا إلا إذا كنت من طينتها أولا هذا يعكسنا صورة ويحيا على مدار هذه السنوات الكل من المشاهدين والمتابعين الكرام يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث الآن وصلتنا معلومات أنه منذ أن تم تحويله إلى سجن العبادلة في بشار وأحمد أو يحيا في وضع صحي سيء للغاية وحتى قبل ذلك في الفضل التي قضاها في الحراش كان دائما منزوي كان دائما غاضب كان دائما يعتقد بأنها الأمر مجرد كابوس ويمر بل أنه أيام فقدت وتنتهي هذه المحنة بل أنه هلل وطبل وزمر كيسمع بالجايد صالح توفي قال أنه الآن الكابوس قد انتهى لكن الأمر غير ذلك تماما استمر الوضع على ما هو عليه بعدما تم تحويله إلى سجن العبادلة وجه مرسلات إلى تبون وجه مرسلات أيضا إلى زغمات وزير العدل حسب المعلومات التي وصلتنا ومن مصادر موثوقة جدا لم يتلقى أي ردود الكل تجاهل تجاهلوا أدرك أويحيا بأن الأمور ليست عابرة كما قد يتوهم كان من قبل دائما يقولوا له روح لدارك كي روح لدار ويعود يرجع يحس بأنه يعود يعطولي ولي وزير أول ويعود عادي لكن هذه المرة الأمور راحت في مسار واحد أخر في ديسمبر 2020 أحمد أويحيا وجه مرسلة إلى النائب العام يطالبه فيها بضرورة الاستماع إليه في قضايا وأمور هامة جدا عندما ألح أحمد أويحيا النائب العام أرسل شخص إلى أحمد أويحيا واستمع إليه لم تصلنا معلومات على فحو الحديث ولكن في مجملي حسب بعض الأمور أنه حدثه في قضاياه وقضايا فساد كبرى تورط فيها أشخاص ولكن لم يطالهم القضاء ولا الحساب ولا العقاب على عكس ما يحدث معه ومع عبد الملك سلال وعمار وغير 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 من الوزراء وزراء ابو تفريق الذين يقبعون في السجون غضى الطرف بعد ذلك على ما يبدو أن النائب العام بلا أدنى شك أنه جاتوا هذه المعطيات وصلها إلى وزير العدل وزير العدل بلا أدنى شك وصلها إلى الرئاسة ولكن لم يتم الرد على أي شيء بعد ذلك ضباط من الاستخبارات الجزائرية ظهروا أحمد أويحيا في سجن العبادلة ولتقوه لأكثر من ساعتين في مكتب مدير السجن ماذا دار بينهم نترك إلى المعنيين بالأمر ليكشفوا ماذا قال لهم أويحيا وحسب التحليل أن أحمد أويحيا قدم لهم معلومات فيما يخص فساد بعض المسؤولين وأنه على استعداد كما قال من قبل إلى شقيقه العفا أن يكشف كل الملفات فيجب إما أن يغرق الجميع أو أن ينجل الجميع بعدما فجر فجر قضية السبائك الذهبية أحمد أويحيا بدأ يشتكي ضغوطات نعم يشتكي من ضغوطات مسلطة عليه وأنه صار مهدداً في حياته صار يتحدث أن حياته صارت من خطر أمر آخر أن أحمد أويحيا منع من الزيارات العائلية ولا محامي نمشول ولا مراسلات يرسلها كان من قبل لما وصل العبادلة راس العائلت رسالة عبر البريد هناك مراسلات التي وصلت وهناك المراسلات التي اختفت يسمح غير برسالة أنا بخير وما ينقصني إلا الجلوس معكم كلمات عامة واضحة وبينة أما أي شيء في أدنى إشارة الرسالة لا تمر بعد قضية السبائك بعدما فجر أويحيا قضية السبائك الذهبية أويحيا زادت عليه ضغطات كبيرة بل أنه قرر التراجع عن فتح هذه الملفات ما الذي حدث مع أويحيا من المفروض أن أويحيا يفجر ملف رشوة من هذا الطراز كان من المفروض أن مباشرة النيابة العامة تفتح قضية لو كانت القضية قضية عدالة عدالة حقيقية عدالة تريد أن تحاسب وتطهر الجزائر من الفساد والمفسدين ولكن الذي حدث عكس ذلك تماما النيابة سكتت زيارات الاستخبارات ضغطات يتعرض إليها حالة نفسية منهارة جدا لذلك بدأ أحمد أويحيا تراجع بل أنه أوعز إلى محاميه بأن يحاول تمس هذه القضية ويعتبرها أنها مجرد كذبة ولا نستبعد أنه في محاكمات قادمة لأحمد أويحيا سيعلن أحمد أويحيا إذا بقي على قيد الحياة أن ما قاله مجرد أكذيب فقط وأنه كان في حالة نفسية منهارة وأطلق مثل هذه الشائعات التي فيه معلومات خطيرة وسمى فيها أشخاص الإعلام لم يتناول الأشخاص الذين سماهم أحمد أويحيا أحمد أويحيا ذكر عبد المجيد تبون ذكر أحمد قيد صالح ذكر حتى السعيد شنقريحة وذكر ضباط آخرين ولكن تم غضو الطرف عنهم نعم وذكر من الدول ذكر الإمارات العربية وذكر قطر هذه هي الدول التي ذكرها وربما ذكر جهات أخرى لم تصل إلينا هذا ما وصلنا من معلومات بعد هذا الملف أنا قلت أن محاميه راح يقول بأنها كذبة فقط أويحيا تحت ضغط كبير في سجن العباد منذ ما لا يقل عن ثلاثة أيام أويحيا نقل إلى عيادة السجن ويشرف عليه طاقم طبي والمعلومات تقول أنه في وضع صحي سيء جدا ترى هل هذا بسبب وضع نفسي أو عضوي أو ماذا يحدث بالضبط المؤكد والبين والواضح أن أويحيا يمر بمرحلة صعبة جدا قد تصل إلى تصفيته الجسدية وهذا ليس بالغريب فقد قتل أحمد تمالت في السجن دخلوا ناس مدنيين أعليه في الحبس وخلوه لهم في القاعة أذبوه حتى دخل في غيبوبة بعد نقله للمستشفى غيروا له السجن وبعد ذلك أدوه للمستشفى حتى مات ليس بالجديد وأنا شخصيا كنت في السجن وكانت المخابرات تأتي وتأخذ بعض الناس الأشخاص إلى العيادات وبينهم اللي عذبوهم وبقوا في غيبوبة حتى ماتوا بينهم لتمت داوهم من ثم واختفوا وما إلى ذلك شيء عادي أو ربما سيقال بأن أويحيا بدأوا يمهدون بشوية بأن يعاني من أمراض أو أصيب بكورونا وكذا 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 حتى يتم هؤلاء الأشخاص أويحيا وسلالوا غيروا غيروا خاصة أويحيا يعتبر العلب السوداء ولديه معطيات كثيرة اللي يعرف ويحيا عن قرن يدرك بأنه ذيب بمعنى الكلمة راه وراه وراه خبيث خبث اللي ما تصوروه كان يلتقي مع الناس ويقوم بتستوثيق الجلسات كان يدير كل شيء كان يدير كل شيء ما يعطي الأمان في واحد بين عشية وضحاه يروح لقمة سائغة ما يدي معا حتى واحد كما زال عنده الأمل أنه بعد وفاة القيد صالح رايح يخرج الآن لما وصل القناعة بأنه الناس هذا من ساوه بدأ يفجر في ملفات وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال كان أويحيا يهدد بفتح قضايا أخرى كبيرة تتعلق بالمغرب تتعلق بالصحرات الغربية تتعلق بصفقات السلاح تتعلق باغتيالات اغتيالات حدثت في العشرية اللي كان أحمد أويحيا أحد الاستئصاليين فيها بينها التي طالت جنرالات وطالت مواطنين ومجازر كان أويحيا يريد فتح ملفات كبيرة ولكن على ما يبدو أن القضاء بحد ذاته لن يسمح له أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمت له وفي حالة إصراره على هذا الطريق أعتقد بأن مصيره سيكون مجهولا جدا 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 للأسف الشديد لو كانت الدولة الجزائرية في مصارها الجديد فتحت حقيقة عدالة حقيقية تعالج كل هذه الملفات وتحاسم كل المفسدين والفاسدين وتطهر البلاد ما وصلنا إلى هذا الحال ولكن الذي حدث أن هناك عصابة تحمي نفسها من خلال التضحية حتى برفقاء الأمس وقد يصل الأمر إلى تصفيتهم بطرق قدرة جدا فقط من أجل طمس كل شيء وحتى لن يحقق الجزائريون أي شيء فالقادم أسوأ جدا مع عصابات ما زالت تتحكم في دوليب الدولة فلن يقدر عليها للرئيس ولن يقدر عليها الجيش خاصة في هذه المرحلة التي صار الجيش أيضا رهين إلى بعض الشبكات التي تمكنت من العودة مجددا إلى مشهد السلطة أحمد يحيى حياته في خطر لا نقول ذلك خوفا عليه فهو فاسد ومن طينة الفاسدين ولكن الذي نأمل فيه ونناظر من أجله يجب أن يحاسب وفق القضاء العادل والنزيه وليس قضاء يتعامل بمنطق العصابات لحماية عصابات بالانتقام من عصابات وفي النهاية تبقى الجزائر دائما تحت سلطة عصابة من أحد هذه العصابات وهي عصابة تغلبت على الأخرى وصارت متغلبة بقوتها وجبروتها ونفوذها وذلك طبعا لن يحقق شيئا للجزائر ولا للجزائريين في ظل تحديات صعبة قادمة ومرحلة أخرى قادمة وستكون معقدة جدا على الجزائر والجزائريين في ظل هذا الوباء العالمي وخاصة دائما نقول أنه ما بعد كورونا ليس مثل ما قبلها أنا بالمختصر المفيد إخواني الكرام أقول وأؤكد أن أحمد أيحيا يتعرض لضغوطات كبيرة 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 جدا من أجل إخراسه فمن هو الذي يضغط عليه؟ ومن هي الجهة التي تريد أن تحمي نفسها؟ نهيب بالقضاء إن كان عادلا أن يفتح قضايا جديدة مع أحمد أيحيا ليس فقط بصفته المتهم بل أيضا بصفته الشاهد على لصوص كانوا معه ينهبون المال العام هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة للحديث بقية ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة